هذا عاصر ليس من الخارج بعد ذلك لا هذا من المغرب وشحام مخترا لعقلتي كنا كنت ركبه في الطموبيل وكان نقشي وكان نقضر الساعات وكان نقشه وكان شوية راس قاسح وهذا ما كان يخلعني انت الكبير في الحفاد وحتى أولادنا تقول لي كتولي تقول له واخسك تكون ناجح واشتيدة بارك الله ساليم وهذا هو الناموذج اللي كان نقلق عليه داخل العائلة وداخل المجتمع جربت على أنني اللعب كورة واللي ما تعرفش على أنني مشيت منخارط مع فريق الجيش الملكي وكنت فاشل اخي يشام مخا تحديد ذلك التاليب؟ لا نريد أن نكون سبطاني بحلها صحيح صحيح حلها جاي غالس ولا قاع صونا نقدر نحبس نقطع وغا تقول لي جاوب جاوب نقول لك الله من الأحسن الأحسن يجب أن نكون سيلانسي لا يجب أن نكون سيلانسي حسنا نريد أن نكون ناتوري لكي نتوسط طبلا أنا اللي كان كعشوني من الحويش اللي كعشوني دياك أنت أو باباك هو لا ميزونسين كالقى مرشا كالقى براد كالقى شيئا صحيح اشتي لكتي تونسي مثلا في تونس الناس سوف يشوفك في العالم العربي وكتلقى بريرد كتقول واه بريرد مغربي لكن بالله شفت الحلقة هذه خاصة جايبين هنا العاصر صحيح صعب 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 أعرف لنا رأسك أنا عمك بعدك عرفناك عني وخاة والتي تكون وقف حداك والتي تتبع انت كفرة مني معكم هشام الولي 46 سنة مولد 27-74 وخاة أغلبية لم يكن يعطينا هذا لأنه سبورتي كان مغير رياضة ومغير حياة ولم يكن لدي مشكلة في هذه الحياة ولم يكن في قلبي دائماً شبابية كان مهنة تمثيل منذ 1996 بعدما كانت أول عامة محاكمة سقرات كنت تعودت الأخ الكبير رشيد الولي وهذه الصدفة لدخلتني الميدان هي أنني كنت أعمل كمحافظة في محاكمة سقرات محاكمة سقرات من إخراج المخرج الكبير المسرحي نبي الحلو وكان رشيد هو البطل والمحافظة لكي يعرفون الناس والسيد المحافظة هو اللي يتكلف كل ما هو اللي يكون سيخصين يعني بلس اكسسوار وضيطي دائماً والممتلين هو اللي يوجد لهم مثلاً كي يوجد لهم البلاصة فين يرتاحوا أنا كنت كنقوم بها مهمة في نفس الوقت كنديرها في الصيف كنعون راسي كنشتواء من دخل الدراسة نكون جمعت قليلاً وهكذا استمرت واحد العرض كان مبارمج في أكادير كانت تعرف في المسرحية ما يشري عندك ما يكاتب العرض يشري عندك المنتوج السبونسور يدير معك واحد لادات يدير الزافيش دياله الناس تقطع لتيكي باش تحضر لك العرض كل شي تقادره شي تجاه جاتوا الفرصة ديال حياته اللي هو فيلم مكتوب ما نقولش فرصة ديال حياته أول بطولة مطلقة مع نبي العيوش فيلم بمعايير عالمية صعيب ترفض على عرض مصراحي جا طرح المسألة على نبي الحلو نبي الحلو قال الله يعاونك ولكن عندي مشكلة عندي العرض أكادير فكر شف فيها ويقول يا هشام واشي ممكن تقدر تلعب دور ديال راشيد في محاكمات السقرات اللي هو الدور ديال فلاطون قلت لي بطابة الحال واحد ثقة ومع أنه كانت ثقة منعادية ما عندي ما تنطيقش فراسي بلزا غير ذلك الكلمة اه يمكن هي اللي حلت لي الباب وهذا هو الدرس اللي بغيت نوصل من هذه الفكرة هذه قلت لي حافظه قلت لي حافظه قلت لي قلت له لدي إحساس وانا ابنو العشية كانت اللغة العربية ويقول لي حافظه قلت لي ويقول لي حافظه قلت لي لغاتب الليل ويقول لي عرض معنا عرضت معهم توفقت ويقول لي ان شاء الله انت اللغة تكمل معنا المصرحية وكملت العورة بعد ما شاء الله عطينا عشي تعريف ديالويكيباديا تلقيتي غادي لكن زرب باش مملك لا نشوف احنا هنا نحضره المؤحية حيث حمراك يجيني لغومخ ديال عرف بالطيف ديالك دبانا كان تعلم وكان حوما لا يمكن أن يكون لغاتب اللغة ويقول لغاتب اللغة ويقول لغاتب اللغة ويقول لغاتب اللغة قبل قادية ديالدخوية انا كانت جرّب انا جيت معك بروفيسونيل جاي يدير معك هذه الحلقة لا لا شوف احباس انا بريتك جغل سمعي انا بريتك جغل سمعي عمي بلاتين هاد الحلقة هنقسمها جوج حوائش هنقسمها كنت انا معجب بالحلقات اللي كتديرون كلهم وتيق بيه كنت بعد المرات كان شوف جوج ثلاثة اخترات وكن فرض بعد اخترات على بنتي اللي هي مالك اللي عنده 12 عام تقول يا فوالا اجي شوفي معي ما شان فردش على ذلك الفرضة و لكن كنقول حاولي تشوف معي الحلقة وشنو استفدنا منها وكنتظن على ان بزاف الاباء استضفوا ما بالعلاقة ديال ابو و هو صيرا على الاجيال وهذا هو الجامل و اللي كان فيكم هو ذلك و اللي كان زوين فيه كتسمع الجيل الاخر و الجيل الاخر تواك يسمع و اللي زوين انا ممكن اخرجوش غير هكاك كنخرجوه بنتيجة وكنت كان دائما مع مرة حضرت لكم كيفاش كتتصوره ولكن كيعجبني النتيجة انها هي كنسمع الصوت زوين كنشوف خلفية كتكون دائما جميلة البلاتو زوين كأنني كنتفرج منتوج بروفيسيوني ديس فلاطيلي جاءت لي الفرصة اننا نشوف كيفاش كتصور كيفاش كتصور و ساعد جدا انك امكانيات و انك عندك ايكيب صغيرة كتتعاونوا و عجبتني هذه الانيرجية و انا ربق طاجيتها معكم و ايه اللي سوف نكون معكم في هذا هذه أبقى الحلقة التي قدرتها مؤخرا مع الدريل صاحبي اما اول حلقة اوفيسيال نريد ان نبدأ معك حيث كم قوحنا في الوريس كم قوحنا في العائلة و جاءت و نشوف ثلاثة و 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 لماذا لا نعود ان نشح القفرة مما خيشان بعد صافي بليزي قدرت على البودكاست لكي تصدمني هذا الرد الذي يجيني لما من الباران لما من الدراري يقول لك انك تفرجوا في الحلقات و اتشد عجبهم و انا فلوك نقول اوك بغيروا يشوفوا عمار راشيد الوالي ملقيتهم بأنه او 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 اتشوفوا راشيد الوالي بواحد الوجه جديد او اذك او جانب الانساني عجبتهم حتى هذك العلاقة التي عندنا بذكرتها و انا انا بذكرت اول ما كان عابل انك تضرب بنتك مالك و كنت تفرج لا كانت تفرج فيه و لماذا كانت تفرج به ربما كان العلاقة دي الاب مع الابن دياله و كان كانت واحدة علاقة اللي خافية لكتكون ما باب والأخ العمته هو أب ثاني ربما الأب يعيش معك لحظات وعيش معك لحظات وعيش معك لحظات وعيش معك لحظات وأنا في المصاري عشت النجاحات وعشت الإحباطات وعشت المشاكل وعشت التخبطات النفسية والداخلية التي كانت عندك وعشت كيفية النجاح كيفية تجاوزتها وهذا الحويج هذا ربما يمكن في واحد اللحظة من اللحظات والأب كان يعمل بثان وكنت يحتاج بثان أنك تكون معه يمكن كنت نحك لنا وما الملجأ ديالك عمامك لأنا والأرضوان والحوسين وأنا كنت قريب عليك وش حام مخطره لعقلتي كنت نركبه في الموبيل وكان نمشي وكان نحضره لساعات وكان نقشه وكان شوية راس قاسح وهذا ما كان يخلعني كنت نقول لا راس خصيته قوية ولكن اللي كنزوين فيك هو أنك انتي كتتحتارمنا وباقي كتحتارمنا الحمد لله هذا ما لقيت ذاتك ولقيت واحد ما صار ناجح سواء في علاقتك مع العائلة اللي هي ناجحة كل شي يبغيك وكي يحتارمك وكي قدرها تشيك تدير وفي المصار الدراسي ديالك اللي خصك تفهم على أن النجاح ديالك نحن نفتحه روبيه ونحاوله ما أمكن حتى بنتا في العائلة انتا الكبير في الحفاد وحتى أولادنا تقول لي واخذك تكون ناجحة واشتيدة بات بارك الله ساليم وهذا هو النموذج اللي كانت قلبوا عليه داخل العائلة وداخل المجتمع صافي بليزرغ كما تشاهده يزوينا بزاف ومعين باش ما نصدقوش قاعدة توليد الحلقة هذي كان هذرا عليا انا نبغيش شوية ندخل معاك نتيف الموضوع ديالك ونبدأ معاك في أول حاجة اللي هي انتا كبرتي في العكاري هذا في بدايات ديالك شنال حاجة اللي خلاتك تمشي المصرح واش باش تدير بحال خوك ايه واش كنتي كتسنة واش كنتي عارف بنا كاني الفلوس مرى المصرح ولا شنو واقع ودرشي عن حب شنو كان كيضي لك فراص كني مني مني قررتي باش بدا تدير المصرح هو قول ما ندوزلك هذا السؤال هو عطينا واحد حيز للساليم ماشي كساليم ودى الاخ ديالو لأنا عمك أعطيت البروفايل اللي كنقلب عليه النموذج ناجح للمجتمع والنموذج اللي كيعطي محتوى جيد بعد ما ولينا للأسف كنشوفوا المحتويات الهابطة والمنحطة واللي ولا ولا ولادنا كيتفرجوها وربما كيتأطروا بها خيشام كيددخلوا الفلوس ولكن في الموقع حنكنا كنقلبوا على المقابل وفي الحديث ديالي كنشكر الشاب المغربي طاموح اللي تحدى بزاف العراقيل كنكيقلب بالنجاح وهامشي كنكيقام بالنجاح وباقي يوصل ودر واحد المصار ووصل لذلك أنا الحديث ديالي ماشي عليك كشخص كساليم ولكن كشاب ليكيعجبني كنشوف فيك جاري أخويا صاحبي مغريبي الله يبعد نعطيك المسألة اللي قلتي ونرجع السؤال ديالك المسألة واش درت مصراح واش علاود راشيد ولا واش حيت فيه الفلوس أولا المسألة الوقيتة في 96 فاش كنت قدرت قررت أنا اندووز الكونكورديا المحترف الفن مصراحي مصراح محمد الخاميس تحت يد المرحوم عباس إبراهيم الله يرحمه أولا راشيد ما كانش كان فينا المعروف ولكن كان باقي ساكن معنا كان باقي متجوج وكان باقي ساكن معنا في الدار يعني تمديا ظروفه المادية كان باقي كيقلب على رأسه يعني هذا أولا ثاني شيء الشهرة لم كناش نعرف شنه هي الشهرة لأن احنا في عالم صغير الأسرة الصغيرة ديالي الحي ديالي لا نتجاوز حتى أننا لم كناش نصفره بزيال باش نعرف العالم الخارجي أكثر المعرفة ديالنا وحتى الطموح ديالنا إلى حد دين ما كان محدود باقي ما كتشفناش العالم الخارجي يعني مشينا صفرنا مشينا بلدان كان عرف الوليد الوليد وخوتي وكان عرف العيما رايسة كان فيها وكان عرف الحي والنهار الكبير عندنا ولا عندي هو ما كان مشي لسانتر فيل وكان رجع هذه كرة بنسبة لكرة جاوزتي الحدود مشيتي وجيتي وأغلبية كان نمشي على رجلي وكانت تكتشف أشياء بالتالي الشهرة ما كان شعتنا وفي حياتي عمر عمر ما فكرت أني نكون فنان كان عنده طموح فاش كان أول حاجة فكرت فيها فاش كنت صغير كنت كان مشي القناة الصغيرة وكان حضرت تصوير دياله واحد البرنامج كان اسميته القناة الصغيرة وفاش كنت كان ندخل الستوديو ديالة تلمساني في الإداعة وطلق المغربية ما فكرش نكون آنيماتور ولا نكون ممتين كان كي يعجبني الكاميرامان كي يكون ندير واحد الكاسك وكانوا مكنش بحال الكاميرات صغار كانوا كاميرات كبار وكي يعجبني كيفاش كي تواصل واحد الكاسك وفي واحد الميكرو كيفاش كيدور وقلت مين بغيت نكبر وبييت ندير كاميرا من في واحد المرحلة معينة من حياتي كنت بغيت خدم خلف الكواليس عمري ما فكرت وحتى الظهور ديالي حتى كنت كنت كنكون في استوديو كنت مستحيل كمشي نقلب على شيء قنت لي ما تشدنيش الكاميرا مستحيل شو فراسي في الكاميرا كانت عرف كنتم عندنا لك العقدة ما كان بغيش نشوف فراسنا في الكاميرا باقي ما تنتيقوش فراسنا ولكن كنت كان ديال واحد حاجة كنت كنت تصوير حرقات ممكن شوفها كنت كان نقلس وكان كان عرف كنا الكاميرا وكان بقى ندير بعد المرات بحالكة باش مي كان كنت تفرج كان عارف الضره أنا بحق غيم الضهر كان عارف راسي مثلاً كان دير دك مسألة ديال هكا وكانت تفرج البرنامج ومي كان ديرها كان عارف رأى أنا اللي ديرت هذا القضية هذي وكانت تفرج فيها بخاجل ما كان قدرش نقول خوتي رأى هاشنو هاشنو وهكا الطموح ديالي كان عندي حلم شتغل من وراء الكواليس حتى انني فاش كنت كان نشتغل مع راشيد خويا فاش تسمح لي واشك القدوة ديالك راشيد هو قدوة ديالخوتي كلهم علاش حيث ما نهضروش على الفنان نهضروع الانسان واحد الانسان اللي عندو وحد القدرة على حب الحياة حيث حضرنا له في المصار طويل ديال المرات ديالو كين كان يقاومه بالصبر صعيب دري في داك الوقت وجاميل امراض اللي تطيح لك على بلو كنت كيتقاس بها ولكن كانت ابتسامة عمرها مفرقاتو واحنا ما فاهميش كان قولو واو راي سير سير ديال الانو تجاوز ذاك العاقبات ربما هو ذاك ابتسامة وتشبوت بالحياة الثاني حاجة كان انسان متخلق كان انسان كيقلب على ذاتو وكان انسان كون راسو براسو تصور واحد طيفل وكان يوصل واحد سن ومدخلش المدراسة وعنده روتار كبير لا في اللغة العربية ولا في اللغة الفرنسية ولا في التواصل مع الاخر ولكن كان يجتهد وكيقلب ومين يدخل؟ كان من يدخل عند الشباب ديالو اللي كانوا فيتينه بسنوات ما كانواش كيفوتو كان بحاله بحاله وكان اكتر من ذلك كان متميز ربما مشي في الدراسة ولكن في التعامل لأن القوة لرشيد الوالي هو في التواصل الشيخي هشام اشبتيني كيباليين ديروش حلقة فاشي ساعة ونص ساعة نمشي معك انا موجود اوكي اخي هشام في اللول مني بديتي كنت كتسمي راسك هشام هشام نبغي نعرف شنو كان كيضلك في راسك شنو السبب لي خليك تدير هشام هشام ايه وقتاش حسيشي راسك موجود باش بدتلها من هشام هشام لهشام الوالي كان واحد ما قولك اتعجبني دائما نخذيته في المصار في البداية ديالحياتي والحد الان باقي من الفوضى انا اكتشف الدات في مرحلة المرهقة ديالي اه اتعجبني هو بصح من الفوضى انا اكتشف الدات انا اكتشفت داتي في المصرح ولكن خلال واحد الفوضى لانني جربت راسي بزاف انني جربت على انني اللعب كورا واللي ما تعرفش على انني مشيت مشيت منخارط مع فريق الجيش الملكي وكنت فاشل وبعد ما كانوا يلاعبوني وما بقى في الحال ومشيت منخارط مع فريق توارقة وكنت كلعب وما كنت كان شيخ شاش اول مرة تعرفوا هذا في ثمانينة في ثمانية وتسعين في ثمانية وتسعين سعود وتسعين كان عندي ذاك تسعتاش عشرين عام وكنت كان مشي وما كنت جيد وكنت بغيت ندير شي حاجة بغيت غير نفكر ندير شي حاجة من بعد من هذا وليت كان مشيت المصرح واحد النهار المصرح محمد الخاميس كانت واحد المصرح يدي الأطفال وجابوا لنا لتيك المدراسة ومشيت وانا تعجب بالمصرح ولكن مشي كمصرح كنص كإخراج تعجب بالمصرح كبناية